كابتن أحمد بلال، كابتن أسامة حسني، كابتن شريف هارد لك طبعاً خروج النادي الأهلي من دور الستاشر وهزيمة أخرى من بيرمتز هارد لك لنادي الأهلي يعني شكلاً كده الأهلي ما بتغربش لفعل فاعل أيو واضح جداً في الملعب النهاردة أن فيه فريق بيهاجم وفريق عايز يحرز أهداف لكن لما يكون فيه فريق بيهاجم وفيه لعب في وسط الفرقة دي بيحبط كل العشر لعيبة اللي بتحاول تروح تجيب جول وهو الوحيد اللي رافض على هذا المبدأ وده مش الأول مرة الكلام ده بيحصل احنا مش لسه هنديله كرة بغاية الـ 18 جول خط على الخط عشان يزوقها يجيبها جول لا، فيه شكل أنا شايفه من السنة اللي فاتت أو السنة دي بقى لو بنعتبرها يعني إحنا في السنة القديمة هذا الشكل غير مكبول تماماً هذا اللعب الحقيقة عشان كده دايماً أنا أقول لك ايه أنا عايز ألعب اتنين فرودة عشان لازم بقى لي اتنين فرودة في الراجل ده ما تتكلم على مين يا كابتل؟ بتتكلم على وليد أظهاره يعني كل المحطات وكل ده حتى عدي له مشكلة جميع الناس بتتكلم على هذا اللعب حتى المعلق هو بيعلق بيقول لك وبيعمل كذا ليه يعني؟ مشكلة إضاعة الفرص مشكلة كبيرة لا ده مش المباراة دي بس مش إضاعة الفرص ده شكل تناول التعاون مع الكرة شكل سلبي بحث يعني حتى لو في كرة رايحة لزميلة هو هي حاجة بيحاول يشترك فيها محتاج يكتهد شوية يا وليد أزهار لا أنا ما كلمة يكتهد دي مش لا هو مكتهد وكل حاجة بتسوى في حاجة هو مش عايز آآ يلعب طبيعي ده مش لعب طبيعي فوس الملعب ده لعب محبط للفريق كله رحية وأنا الأول مرة يعني ابتدتكلم بالاسلوب ده ليه؟ لأنه ما ينفعش ما ينفعش هذا الشكل اللعيبة كلها حتى لو في لعيب مش قادر مثلا بدنيا زي ما احنا بنتفق خلال المباراة آآ رمضان صبح مثلا وقع مننا في الآخر مباراة بدنيا عايزي كان لما تتيح فرصة أو اتنين زي مثلا آآ أي كرة راحت تتصرف أي لعيب مبتدئ هيعملها تشيب كده وياخدها بالراحة ويجيبها جول اللعيبة بتتعب جدا عشان تخلقت فرصة اللعيبة مش مش عايزة تروح في هذا الشكل عشان وبعدنا نجي نقول ايه اصل اهلي كان وحش لا 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 اهلي ما كانش وحش لا اهلي بتضيع كل سمار مجهوده من خلال اللعب بيحاول مش ما بيحاولش حتى يعني يا ريت اقول بيحاول هو ما بيحاولش غير انه يعصب الفريق يفقده عن تركيزه ايه اسهل الكرات بتبقى برة الناس مش فهم حاجة الناس بتكلم بعض اذا كان في الجماهير او في التعليق او في اي حتة ده شك انا بحمله المسؤولات الكبيرة دي طبعا الشك التاني طبعا بحمل معه الشكل اللي احنا كلنا بنتفرج على هذا الشكل هو لسه مازال موجود يعني ما عندناش بقى غيره لازم يبقى في البديلة او اي حاجة الشكل التاني ابتدنا عهد جديد بقى بالحكامة يعني الكرة اللي هم تتحسبش واول ما الكرة تيجي في ايد الولد ويمسكها وتجيله ضرب الجزاء يجروا على الحكم الرابع اللي انا ما عارش لازمته ايه يقول لك لا روح للحكم يعملوا يقولوا يقولوا روح للحكم والحكم اول ما الكرة تيجي اسلام يعمل ازاي بوز اي كرة على النادي الاهلي تيت يعني في ايه الحقيقة عشان احنا كمان ما عندناش اللي